ياريتني لعبتها قبل نهاية السنة كنت حطيتها بالقائمة أخ بس لو أني مجربة قبل ما يخلص العام لكانت دخلة القائمة وبجدارة ألعاب كتير من إصدارات 2018 كنت كلما ألعبها الآن يعني بعد ما خلصت قائمة أفضل ألعاب وأسوال ألعاب وغيرها كنت أتحسف وقول ياريت وياريت وياريت لكن كلمة ياريت ما بتعمر بيت مثل ما بيقوله فقررت أني أعمل قائمة فيها خمس ألعاب مفؤودي من قوائم ألعاب السنة واللي هني خمس ألعاب لعبتن بعد نهاية 2018 يعني بعد ما خلصت قوائم الألعاب وكنت كلما ألعبوا حدي قول ياريت نحاططها بالقائمة الفلانية واللي إذا ما شفت قائمة منهم أو ما شفتهم كلهم راح أحط لك روابط كلهم إن شاء الله بالوصف إذا حاببت تشوف أي قائمة بالإضافة إلى كل الألعاب اللي راح أذكرا بهذا الفيديو راح أذكر اللعبة ثم أذكر القائمة اللي كانت بتستحق تكون فيها فيللا مباشرة خليني نبدأ في قائمة خمس ألعاب مفؤودي من قوائم ألعاب السنة اللعبة الأولى عنها هي غريس غريس يا رجل وما أدراك ما غريس دخلت على اللعبة وأنا عرفان إنها ممتازة متأكد إنها قوية بس ما كنت متوقع أبداً إنها تكون أسطورية ما كنت متوقع إنه كل شيء باللعبة يكون مسقول بأفضل شكل ممكن في بيئات ساحرة وغيم بلاي عظيم المستوى اللي قدمت لي يا غريس كان بكفيها وبجدارة إنها تكون في قائمة أفضل عشر أنعاب لعبتهم في 2018 مو بس هيك بل أيضاً بتضمن لنفسها مركز مؤكد بين الثلاث الأوائل أنا سبق وعملت لها مراجعة مفصلي لو حابب تشوفها أعطيتها عشرة من عشرة وبكل استحقاق وأنا فعلاً زعلان إني ما قدرت ألعبها إلا بعد نهاية السنة وإلا كانت بتدخل وبجدارة في قائمة أفضل عشر ألعاب اللعبة الثانية عنا هي Mutant Year Zero Road to Eden Mutant Year Zero أنا باعتبرها صدمي وصحوي بالنسبة إلي صدمي لأنه مستواها بالجيم بلاي كان خرافة بشكل غير متوقع بالنسبة إلي وصحوي لأنه صحتني وخلتني اتعرف على جانرة أو تصنيف أنا ما كنت مهتم فيه أبداً ولا كنت أصلاً إفهم ليش الناس بتلعب هالنوعية هاي من الألعاب إلا بعد ما لعبت Mutant Year Zero وتأكد تماماً إنه في متعة مش طبيعية بهاي النوعية من الألعاب بتستحق وبالتأكيد مركز في قائمة الألعاب المفاجئة بالنسبة إلي لما قدمت لي من مستوى مفاجئ وغير متوقع أبداً عالرغم إنه بيعيب بعض الأشياء مثل عدم التوازن بين ليفلك وليفل الأعداء لكنها لازالت لعبي مفاجئة وبشكل جداً كبير من ألعاب 2018 اللعبة الثالثة عنا هي Below Below يا جماعة من الألعاب اللي من 2013 معلين عنها عنا إنها لعبي ل2014 أو شي مثل هيك لكن من وقتها وهي من تأجيل لتأجيل وتغيير الأفكار وتغيير الناس اللي عم يشتغلوا عليا أو دخلت بجحيم التطوير كل هالأشياء اللي مرت فيها اللعبة كنت دائماً حس إنه رح ينتج لنا شي فخم ينتج لنا منتج محترم وهالشي هذا كان دائماً يحمسني يوماً بعد الآخر إنه إلعبه وكنت دائماً متابع أخباره لحتى أعرف إيمة رح تصدر صدرت بنهاية 2018 وكنت متفائل بالنتيجة النهائية لللعبة لكن للأسف مستوى اللعبة كان محبط بمزيج غير موفق أبداً من المطورين بين الروغ لايك والأر بي جي واللي أنا ما بشوفهم بيندمجوا مع بعضهم أبداً تخيل إنك عم تلعب دارك سولز وبالزعيم الأخير بتموت وبترجع من بداية اللعبة شي مش منطقي أبداً هالشي هذا جعل من الجيم بلاي عقاب نفسي بالنسبة إليه على الرغم إنه كان حلو على فكرة لكنه كان محبط بكتير من الأحيان وعالم اللعبي على الرغم إنه كان يعتبر فيه توجه فني حلو والمحتوى تبع اللعبي برضو كان يعتبر جيد بشكل عام لكن القرارات اللي اتخذوها بالجيم بلاي كانت تتخليني دائماً محبط وحس إنه أنا عم بغصب نفسي على لعبة بلو لأنه مش مستمتع فيه كتير اللعبة الرابعة هي آخر لعبة عملت لها مراجعة قبل الفيديو هذا واللي هي The Gardens Between The Gardens Between اللعبي المظلومي بوجهة نظري أنا واللي للأسف ما شفت كتير ناس عطوه حقه من الجيمرز إلا صائدين الجوائز Trophy Achievement Hunters لأنها تعتبر لعبي سهلي بالجوائز وأي شخص في نجيبه لكن اللاعبين بشكل عام غير صائدين الجوائز ما أعطوه حقه أبداً فكرة غريبة ولطيفة Gameplay ممتع وبسيط في عالم يحتوي على توجه فني ساحر يا أخي شو بدك أحلى من هيك؟ أنا متأكد إنه لوني لعبانة قبل ما أعمل قائمة الألعاب المظلومي بيوم واحد بس لكانت بالراحة بتكسب مركز بهاي القائمة اللعبة الخامسة والأخيرة فيهاي القائمة واللي هي لعبة كتير مألوفة بالنسبة للمتابعين وبالنسبة إلي وبالنسبة لكل الناس Detroit Become a Human هاي اللعبة تحديداً لو إني لعبانة قبل نهاية السنة كنت رح حطة بقائمة لحالة هيك قائمة كاملة ما فيها إلا Detroit وشو اسم القائمة؟ أكتر الألعاب اللي انطلبت مني إنه نزل عنها مقطع بس ما نزلت مو معقول يا جماعة كمية الناس اللي طلبوا مني اللعبة هاي وإلى يومنا هذا على فكرة كل يوم والتاني عبد الله اعمل ريفيو للعبة Detroit Become a Human سواء بالتعليقات ولا بحساباتي على الخاص ولا بالمنتدة تبع القناة وإلى آخره للأسف اللي صار لي مع ديترويد كان غريب ومؤسف بنفس الوقت فلما صدرت اللعبة بشهر خمسي بشهر مايو متل ما بتعرفوه ما كان معي سعره لحتى إشتريه لما صار معي سعره بشهر تسعة بشهر سبتمبر ما صار عندي وقت إنه إلعبه تتذكروا شهر سبتمبر قديش كان فيه ضغط وألعاب وشغلات قوية وبعدين إجانا أكتوبر بعدين نوفمبر بعدين إجانا ديسمبر الشهر اللي ما فيه كتير ألعاب قوية بس فيه قوائم أفضل وأسوأ الألعاب وإلى آخره فما إجاله وقت وبعد القوائم هاي إجتنا 2019 والألعاب والأشياء التانية اللي بـ 2019 شايفين يا جماعة شون حظة سيئة مع اللعبة هاي يعني أتمنى تسامحوني عليا للناس اللي كانوا متحمسين يشوفوا مراجعتها بس للأسف ما قدرت أعملها وفينا يعتبركن مسامحيني نسبيا عليا لأن أغلب الألعاب المهمة بـ 2018 عملت لها مراجعات مفصلي بالقناة إذا ما شفت ولا وحدة فيها فيناك تروع على البلايلست كاملة وتشوف المراجعات يا حبيب الـ 2018 فمشلنا إياها هالمرة يا جماعة وبنعتزر منكن يعني بالنسبة للعبة ديترويت بيكام هيومن وهاي كانت القائمة لأكتر خمس ألعاب مفؤودي من قوائم ألعاب السني صراحة الخمس ألعاب هاي كلها كانوا بيستحقوا التواجد بالقوائم لكن شو نعمل؟ هذا نصيب أني ما لعبتوا أو ما قدرت أني ألعبوا إلا بعد نهاية السني اكتبوا لي أنتوا بالتعليقات شو في ألعاب بتعتقدوا أني أنا لو لعبت قبل نهاية 2018 كنت ممكن حطها بأحد القوائم لأنه ترى لسه في ألعاب كتيري ما لعبت من 2018 بس خلاص ما عاد يقدر إرجاع ألعابهم لأنه صار في عنا ألعاب 2019 فإذا ما لحقت ألعابهم ونزلهم مراجعات رح صير متأخر بألعاب 2019 مشان 2018 ونعمل لفي طويلة عريضة متل ما أنت الآن ما نكعرفان شو عم بحكي أنا أصلا إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسى اللايك والنشر والاشتراك بالقناة إذا ما كنتم مشتركين سامحونا على قلة المحتوى بالفترة الأخيرة وعلى تأخير مراجعة Resident Evil 2 بس بالفترة هاي صاير عم بعمل كتير بثوث مباشرة بتويتش إذا حابب تتابعني برضو رح أحط لك الرابط بالوصف الفيديو القادم إن شاء الله رح تكون مراجعة Resident Evil 2 للناس اللي عم يسألوه أعطيكم ألف عافية المتابعة ونشوفكم إن شاء الله في قادم الأيام السلام عليكم